هل باتشيكو غريب على كرة مصرية ولا الولايتين اللي قبل كده يخلوه يقطع مسافات كتير في انه حتى يعرف يتعامل مع العيب المصري عقلية يعني لا الفترة اللي فاتت ولما ييجي دلوقتي كل اللي حيبقى فاكره الشوارع لكن ككرة حيلاقي حاجة تانية خالص كلاعيبة حيلاقي حاجة تانية خالص بعيد صدقني بعيد 2017-2020 الكوالي تتغير بتاع ليه بكله والفكر والاسلوب والادارات والله والشوارع اتغيرت والمحلات بلس هو اللي حيارفه الطريق بتاعه يقدر يوصل البرامنت البرامنتس فرق لغز يعني من الفرق اللي يطلق عليها فرق الالغاز يعني انا مسعقلية فريرة بالنسبة لي الفترة اخيرة عقلية مليانة الغاز في اختياراتها البرامنتس بقى نفسها ككل فرق لغز ايه اللي ناقصهم لما تيجي تتفرج على المنظومة الادارية من فوق حاجة روعة وعندهم واحد نشيط قوي ممضوعي بيدير بشطارة قوي الاجهزة الادارية كلها متوضبة البيت متوضبة بصح تيجي على منطقة اللعيبة ايه الكواليتي ده اللعيبة كتيرة كلها دولية اللعيبة عندها شخصية اللعيبة عندها قدرات اللعيبة عندها فنيات لكن ايه المردود بتاعهم؟ ولا حاجة ولا حاجة دايماً قبل بيقدموا لك مطشاط مليانة علامات استفهام واخيرهم قدام النادي الاهلي صح الفوارق ان انت تبقى مسيطر وبتتغلب دي كوميدية وتتغلب تلاتة وتتغلب حتى لاحد اه يعني رغم ان كان فيه وقت كتير بيرميت سوال مسيطر صح اللعيبة انواع صح فيه لعيبة بتلعب دايماً في كتاب التاريخ وبتدور عليه وعايزة دايماً تكتب فيه كلام صح وفيه لعيبة بتدور بس على حسابها في البنك جل وده الفارق الكبير او ده اللعيبة الصناعية وده لعيبة الكرة الفنين صح ولعيبة الكرة الصناعية انتشر عندنا في مصر كتير طب السؤال برضو كفتنا عيمن هالي اللعيب اللي بيدور على حسابه بتاع البنك ده لما بيشبع ما بيفرقلوش بتفرق في الاسبيرت بتاعته ما بيفرقلوش بقى نتائج ما طبعا خلاص انا شبع هتعمل ايه ما انت كمان متورد في عقدي وقيمة عقدي عشان كده بحلم كنت العقود كلها تتغير في مصر مرتبطة بنتائج ومرتبطة ببطولاته مرتبطة وقه هدفه صح لكن العقود اللي معمولة في مصر دي كلها كل واحد ده بعشين وده بخمساشر طب كسب كين ايه وعملت ايه كل ده موديك في اللالالند اللي احنا بنتفرج عليه خلينا نتفق ان ده بيرمتز في حاجة نقصة التركيبة البازل بتاعته في حاجة نقصة ان الفرقة دي تقدر تقول انا بنافس بكل قوة هي بتنافس بالاسماء دي طبعا هتنافس لكن الحقيقة المنافسة مش موجودة ودي غريبة وبييرمتز محتاجين فيه واقفة يعني ممدوعة عيد لازم يدور عليها ايه اللي نقص عشان يتنقلوا ان هم يبقوا ياخدوا دوري ياخدوا كاس بسهولة ياخدوا كونفدرالية ياخدوا حاجات يعني بالزبط يعني بصراحة كل الامكانيات دي خسارة وفرقة بتقدم بشكل مختلف اما المحلة فهي حبة فوق وحبة تحت دلوقتي يعني مش يتبع السجع ده او الاغني حبة فوق ممكن تديو لك شو لكن يتغلب على اردوم قدام سراميكا 3-0 والشو والاهداب مقررة وا 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 طب ما هو فيه اضطرابات فرقة مشت كويس وكنت لسه انت بتكلم مع كابتن أبو العلو وكابتن فضل النقط اللي جابوهم السنادي وابتدوا بهم السنادي ده في من سنين فاتت ما حصلت لهمش صح وانس حصل الاستقرار حصل هدن ده ايه العجب ده ده ايه المخاخ دي يعني وانس حصل استقرار فني ما بين المدير الفني واللاعب ثم يتهز المدير الفني ويتقال له عروضه حيمشي ومش عاجبه ما بيقبطش الله ده فرقة لقت طريقها صح ازاي بتخرجها من على طريقها تاني وهتعوز ايه اكتر من كده المحلة في مركز الخامس النهاردة امت ده انت لو فرقة التحليل عندك جوا جابتلك امت المركز الخامس في التوقيت ده على اخر عشر سين ممكن تلاقي ما حصلتش صح فالله انت بتتحولش لدب انك بتحب النادي بتاعك تئزي لا المسؤولين في المحلة لازم يحافظوا على المدرب على الفرقة بالشكل كويس طب منظرهم قدام السيراميكا كان صعب الاول مرة على ارضهم ما فرقة على ارضهم المفروض فرقة صعبة جد من الفرقة المحظوزة اللي بتلعب على ارضها يعني احنا الفرقة عندنا مين بيلعب على ارضه قليلين جدا فانت لما تلعب على ارضك لازم ده تبقى عنصر مهم صح فانا اعتقد المباراة مليانة مشاكل باتشيكو بكلاسيكي جدا في قدرته للمباريات وتركبته للعيبة في الملعب وبيلعب لي اسلوب زي تكيس لما كان بيبتدي من وراء واللعب بيبطيق شوية فبيخلي الفرقة تحس انها تقدر تقفل لكن هتلاقي باتشيكو موقف الرايت وينج في مكانه الليفت وينج في مكانه اتعابلية التحرر مع مقفولة شوية يعني انت فهم يعني ما بيحررش اللعيبة بسهولة غير في وقات معينة وده اللي انا شفته ان انا اتعاملت معاه مباشرة في وقت الزمالي هو كلاسيكي جدا بس هو حيفيد الفرقة دي اوي لو عارف ياخد وقته لين ان هو راجل بيعرف يلعب تسعين ديئة راجل زكي جدا في اختياراته للعيبة راجل بيتابع اللعيبة في التدريب وبيختار ما بينهم واحد او اتنين ينزلهم بشكل مختلف يعني الحداشر مش ضمنين مكانه فهو راجل برضو بيصنع منافسات داخلية وده قد يكون مفيد لبيرامتز قد يكون احد الحلول اللي نقصة في شخصية الفرقة اللي فيه فيه لعيبة كتير ضمن مكانها واختيار موافق لبيرامتز بس في الاخر تسعين ديئة وملعب هم اللي هتكلم مش للزبط كده